اشتركوا في القناة صحة وسلامة اشتركوا في القناة 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 خشنة طلعت فصوص منها وكسرتها وذبيتها وهنانا ثرمت الشبنت والمعدنوس وما احشي لكم النكهة والريحة اللي صارت من البيت بالبيت العفو ليش لان فرش قطعناها من نانة وحمسناها من نانة وما حمسناها كل زايد بس اسمت تقضيبة نوخ لينة وياها حبتين طماطع شوية حجمها كبيرة طبعا هذا التمن اوروز انصحكم انجربوا ويا سمت بالذات ايابة شنو النكهة شنو الطعام غرافية وخلينا شوية كاري وشوية كركم هاي كل اللي حطيناها هس حبابي شنو بصل نوم يعني حبتين بصل فصف نوم واحد كبير نومية بصرة كبيرة كسرناها طلعنا نوم منها حبتين طماطم شوية كزبرة شوية شبنت شوية كاري شوية كركم واخر شي راح اخلي معجون الطماطع قد راح اخلي معجون الطماطع تقريبا راح اخلي ملعقة طعام متروسة كافي ليش لان احنا حطينها الطماطع وياه راح نحمسة نقلبة بالزيت وطبعا هنخلي اكدها من ملح والتمن او الرز احنا على صفحة غاسلية ومنققية غاسلية ومنققية غاسلية ومنققية حبايب فاش راح نسوي هسا راح اصافية من المي وفوق طبعا هاي شوية بس خلن نحمس المعجون حتى الشوخرة تروح من عنده ونخلي التمن او الرز فوقها طبعا طعم غريب شوية احنا لازم نغير مدائما مثلا تمن احمر ويا السمج حبيت اسويها للطريق طبعا هو هذا يسوي طبق السمج ويحطون هاي الخبط اللي انا سويت البداية يحطوه على التمن يعني ما يخبطوها وياه بس انا شوية اضفت لها اضافات وخبطتها وما احكي لكم شون صار وشنو الطعم انا هسا انصح لكل جربة وانتو كتبوا لي شنو الطعم واي واحد جربة يديد الصور على الانستاماتي ادائما اذكركم انستاماتي نفس اسم قناتي واتمنى همين يعني ولو انتم ما تنسون اذا جربتو اكيدوا عجبكم لا تنسون الرحمة الوالدية والاخوية هنا مي ما خليته هواية ليش لان اولا بي الخضروات وثانيا هو منقع دائما اقولكم اي روز منطبخوا ادوية خضروات لا تحطوها مي لان هي الخضروات هم راح تذب مي على الرز واحنا اصلا منقعي فمرد احنا حتى يكون عاجين حتى يكون عندنا منثور هسا السوية ثاني طلعت الحذيرتي ومزرعتها السعيدة اللي تخبل قليت خلي اخذ لهم الخضروات طبعا كان ثاني يوم الغدة ثاني يوم العيد وكانت بيت الغالية كي جاي امي وهي وزوجها وهم كان قطار هم عندنا فحبينا نسوي اجواء كلش حلوة وفرشنا بالقاع بالحديقة فرشنا الحصيرة وفرشنا القاعدة الحلوة الصدق الريفية فهنا طلعت طبعا قطعت لهم في جل وشوفوا ما شاء الله المعدنة شوان صاير يخبل يالله يالله يريد خلي جاي اخذ فرش طبعا كلها فرش وطعمها ما اعرف لليش سبحان الله تختلف عن ما نشتريها يعني طعم يختلف طعمها كلش طيب فاكيد قلنا خلي نقطع لهم خضرة او نحش لهم لسا كل واحد يقول لي لا امو حاش تقطع ما اعرف تحشون تقطعون تشلعون كل من وتزميته وهنا فلفل ايات صارت عندنا 2 حمر هم حنقصة طبعا هي هاي تلفلة صغيرة بس ما شاء الله ما اقول لكم مش قد محملة فهم قطعنا الفلفل هذا وهنا نقدت طبعا تخلى اخذ لهم هاي الفلفل الصفرة لان عندي انوعان فلفل عندي اصفر وعندي اخضر وعندي نوعية اخيارها مطالع فبتي قاتل ماما اريد الخيار عجبها شوفوا يا بعدها مو كلش كبرانك تبع عرض هي مو كلش قاتل ماما يخالف هاي بخلنا قطعها قطعنا خيار شوفوا يعني اليوم خضرتنا وزلاطتنا من حديقتنا شحلاتها الله عليكم يلا شوفوا من قطعون حديقتكم وكلها فرش تجيبوها طبعا هنا نهم اكيد احنا السمش لازم يبصل فقطعنا نعم احنا بصل اخضر شوفوش قدوتة الله عليكم غير يخبل بشوفو طبعا بعدها مو كلش كبر وهنا بزونتنا لازم تفتار وياي وياي فهنا هم قطعنا بصلات وهس هم اكيد النعناع شوفو يلا ش تريدون نعناع عندي ده نوس عدي ريحان اللي يعجبكم كلها موجود عندي بمدرعة السايدة وهاي هاشوفون السلامات مالخضروات ما شاء الله تبارك الرحمن شوفو الفلفل اللونية الخيار البصل الخضر النعناع الفجل المعدنوس ش تريدون موجودة شوفو طبعا هسا كده احنا هسام رح نغسله ونوزعه وراح اراويكم همين اللي تمم مالتنا شون صار طبعا ستقول شون هاي عزيمة جنتي بس تمم لا حوالي بأكيد مو بس تمم خلينا طبعا نجسمتها للأسب ما صورتكم يوم بداية بصور في شي ذكت قلت اوك فوف خلا صورها بس باع الرز باع اللون مالته طبعا والنكهة والريحة يعني والطعم ما احشي لكم وشوفو شون ش صار اللون ماته حلو يعني لا كلش طوخ ولا فاتح ومنثور نثر فاكيد احنا رح نصب بما انو احنا قاعدين بالحديقة وفارشين الحصير وقاعدين عربية فحبيت اصب بالصحون الماتي طبعا الستيل يعني قاعدة صدق ريفية يعني ما احشي لكم ممكن صالي كم سنة ما قاعدة هيتش وما مات غدية هيتش غده كانت كلش اجواء كلش حلوة طبعا هواي هواي سألتوني معلاوي زوج بنتك بمين ماذا تشوفوني اليوم شم سوية اليوم سوية السمت وتمم بصراوي اذا مين هو من البصرة حبايبي هواي هواي سألتوني فهو من البصرة بصراوي يا حبايب الغاليين فاكيد تدرون هل البصرة اشقهم السمت فاستقفنا هاي السمتة مية ما شاطعا كل شبيرة بس شوية ما واضحة يمكن بالفيديو بتشوفوا على قد المنقلة واكيد سألو اياها دجاج اللي اما ما قلت لكم اني ولدي ما ياكلون السمتش للأسف يعني للأسف ما ياكلوا فشوية لهم طبعا دجاج سوتوا مية بالشوية هاي الهوائية واحنا هنا سمتشتنا خليناها على كيفها وتدرون السمتش مزقوف وشوفوا كلها خليتها بماعين وقاعدة يعني صدق احنا نقول قاعدة صدق ريفية وانتو شون رأيكم طبعا اكيد وياها الطرشي وياها اللبن والخضرة ما شاء الله مال حديقتنا وسويناوا اياها شوية السوب والتمر اكيد لازم احنا من ناكل سمتش لازم نحلي وناكل التمر ورا السمتش بس الله عليكم شوفوا شلون قاعدة قاعدين طبعا قلت لكم صالي كم سنة ما قاعدينش قاعدة عجبهم اليوم فرشون قالوا مريد ميز ولا بعد فرشيننا بلقاع خلنك قعدة بلقاع وشانت القاعدة واللمة كلش حلوة فحبايبي طبعا السمتش انا دعم همين نصيحة انا السمت المزقوف طبعا ما اغسله راح تقولولي شلون بدمه ما اغسله مباشرة املحها واشوي نهائيا ما ينغسل السمت المزقوف اذا شايفين حتى يعني هناك مثل نبا ونقاس هذي ما يغسون السمتش يغسون السمتش ينظفون بطنها ويملحوها ويشوها فاحنا بس ملحها والطعم يعني انكها ما احتي لكم وزفرهم ما بيها في همين يريد يزقوا في السمتش بس اذا تقلعه لا اكيد لازم احنا نغسله وهذا شوفوا شوية الدجاج بهذه الطريقة الدجاج حطيت له شوية كبيرة حمرة مثل الماجي وفلفل احمر حار وشوية دبس الممان وشوية وهم طعمتها كلش طيب طبعا تسوي خبز عراقي بس بصراحة كان ما بيها حي لان شوية قبل يوم يعني كليتش كمية هواية وتنظيف البيت فبصراحة تعبت ولا هم اصلا ما وصلوا للخبز لان كلوه هوية التمن طبعا هذا الستوري كانت بتي مصورته فقط بعد الاهل و هذا كان الفيديو اللي ما تنرى اتمنى لعجابكم الهنا و اقولكم مع السلامة للجميع